احنا كشباب دايما نحب تعديل وتزويد السيارات عشان نخليها مميزة بين كل السيارات اللي في الشارع في حلقة تيكسوفتتريد اليوم بنتكلم عن الطلاء المميز للسيارات تعالوا معنا لواحد من قاراجات دبي الرائعة والرائدة في ذلك عالم صبغ السيارات هو عالم واسع جدا جدا واليوم احنا موجودين في قاراج هامان في دبي عشان رويكم الخطوات اللازمة لطلاء السيارة بطلاء جديد ومويد الحين حان في غرفة خلط الالوان او الاصباغ ممكن تختار اي لون في خاطرك ويسون لك هني راندول so we got a big collection right here right but if i didn't like any of them we can make a special color for you we have this one which is a trend for this summer what do you guys like i think i'll go for something matte it's the fashion now right yeah it's pearly matte yeah it's white with the pearl on top of it white with pearl on top of it and then it's still matte yeah i don't think viewers can notice the different now or the special thing about this paint we'll see it on the fender right on the fender can we see how we mix the color yeah sure yeah i'm just going to give this card to our paint mixer and then we will look at the code at the back okay and then he will click on the computer mm-hmm and then he will mix it and here's the bits now huh ready yeah i can see it's pearly we use the base code the white one the base code from the original body of the vehicle and then we put a bit of pearl on top of that one uh huh what we got here what you're doing we got here we we brought the uh body kits inside the preparation section preparation for us to do the preparation for painting okay and what is the first step the first step we need to sand them uh huh to catch the paint on the barricades of course the sanding is uh what exactly to make the surface smoother to make the surface smoother yeah all right and can we see that ah 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 m ah الآن ننتقل الوضع البرايمر لذلك نحن في هذه الغرفة المعزولة ومعنا محمد هو الذي يضع البرايمر على قطعة الفندر التي نسميها متقار محمد كيف الحال؟ الحمد لله تمام محمد ممكن أن تشرحنا بالتفصيل ما هي هذه المرحلة و لماذا هي مهمة؟ المفترض أن أنا بصنفر وبعطي برايمر لأن هذا البرايمر هو الأساس بتعديل البوهية لماذا؟ لا تخرج البوهية من المعليمة على السرعات العالية بالضبط وبعد ما نضع البرايمر لازم نستنى ساعتين ساعتين وبعد كده نصنفر ثاني نصنفر ثاني ندخل على البوهية نصنفر ثاني نصنفر ثاني نصنفر ثاني محمد يأخذ راحته وبقي الصبغة الأخيرة هي الصبغة اللؤلؤية عشان تعطي اللمعة اللؤلؤية على السيارة يذهب إلى اللفتد الكقير الزبولات الأخيرة الزبولة هي العملية الزبولات المستخدمة إلى الاهيئة المستخدمة الزبولة الأخير الزبولة الزبولة ثم سيضعل مستخدمة سيء نفسه تباً تباً سنباً شكراً وستجدنا لكي نظر نظر كم دائماً نظر كم دائماً نظر كم دائماً لذا سنرى مجرد من المنزل لديك توجد حضور أكثر توجد نفس المواد نعم نحن نحن نقل نعم، 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 نحن نرى هذا هو الفندر أو المدقار كما نسميه شكلاً نهائي هو راكب على السيار طبعاً ما تحسون أنه كان مبطلة ومرت بعدة مراحل اللي شفناها نحس أن الشغل وكاله مئة في المئة واندلز، هذا جيد جداً، شكراً لك اشتركوا في القناة